بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين درسنا اليوم إن شاء الله حول موضوع من مظاهر كسب المال في الإسلام وأثره على الإنسان من خلال الآية الكريمة 188 من سورة البقرة في قول سعال ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون كل تكليف بآية من آيات الله تعالى الغاية المطلوبة فيه للحق المشرع هو أن نتقي كل مشاكل حياتنا وأن نتقي عذاب الله في الآخرة الإنسان في الأصل خلق لجنة عرضها السماوات والأرض له فيها ما يشاء بلا مقابل لكن لا بد لدفع ثمن هذه الجنة والثمن هو العمل في الدنيا ومن أجل أن يعمل الإنسان أودعت فيه الشهوات ليتحرك فمن خلال هذه الحركة يقيم عمله ومن أجل أن يصح التعامل بين الناس قيم العمل في الدنيا بمال فهذا المال جزء كبير من قوام الحياة فإذا أخذ بالباطل أو أنفق بالباطل فسدت الأرض بأكملها وإذا أخذ بحق وأنفق بحق أعمرت الأرض فالمال مادة الشهوات كسب المال يحتاج إلى نظام يضبطه وإنفاقه كذلك يحتاج إلى نظام يضبطه لذلك تأتي التشريعات المالية في الإسلام في الدرجة الأولى فحوالي تسعة أعشار المعاصي متعلقة بكسب المال وإنفاقه لذلك كان ضبط حركة لإنسان من زاوية ماله شيء مهم جدا كل إنسان مسؤول عن حركته والفساد إنما ينشأ في الحياة من حركة بدافع الشهوات بلا منهج والحركة لا تضبط إلا بمنهج الله عز وجل وإحدى فقرات هذا المنهج في كسب المال وإنفاقه هي هذه الآية الكريمة التي فيها نهي صارخ عن أكل أموال الناس بالباطل في قوله تعالى ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون والمعنى لا يأخذ بعضكم أموال بعض أيها المسلمون ولا يستولي عليها بغير حق ولا تدلوا بها إلى الحكام أي ولا تلقوا أمرها والتحاكم فيها إلى القضاة لا من أجل الوصول إلى الحق وإنما من أجل أن تأخذوا عن طريق التحاكم قطعة من أموال غيركم متلبسين بالإثم الذي يؤدي إلى عقابكم حال كونكم تعلمون أنكم على باطل ولا شك أن إتيان الباطل مع العلم بأنه باطل أدعى إلى التوبيخ من إتيانه على جهالة به ولقد لخص القرآن الكريم هذه الصورة بالنهي وهي صورة الإدلاء بالأموال إلى الحكام مع أنه قد ذكر ما يشملها بقوله ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل على وجه تفسيرها شديدة الشناعة جامعة لمنكرات كثيرة كالظلم والتباغض والغشوة والغصب وغير ذلك هذه الآية الكريمة أصل من الأصول التي يقوم عليها إصلاح المعاملات وقد أخذ العلماء منها حرمة أكل أموال الناس بالباطل ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة والغش في وديعة أو إرث أو الغصب من الإرث فوق حقه أو غبا أو أخذ أجرة على عمل لم يقوم بواجبه أو أن تكون خائنا للأمانة التي أنت موكل بها كل ذلك باطل إن حدث تكون قد أكلت المال بالباطل وهذه كلها معاصل وكذلك أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة حرمة إرشاء الحاكم ليقضي للغاشي بمال غيره وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الجميع في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي غيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الغاشي والمرتشي والغائش وهو الواسطة الذي يمشي بينهما دائرة الظلم تظهر حينما يسرق واحد من الناس أخاه فإنه يأخذ ما ليس في ملكه ما ليس له والتصرف في ملك الغير هو عين الظلم أساس الظلم هو أن تاكنوا أموالكم بينكم بالباطل لماذا يدلو بهذه الحكام؟ لأن الحاكم هو الذي يقنن ويعطي مشروعية للمال ولو كان باطلا ويجعلها حللا ولو احتكمت مع خصمك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه وكنت طليق اللسان وألحن بحجتك من أخيك وانتزعت من فم النبي صلى الله عليه وسلم قرارا يبرئك ويغطي انحرافك ما نجوت من عذاب الله كما أخرج البخاري عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها هذا هو التشريع فلو معك ألف دليل وألف حجة ولم تكن محقا ما نجوت من عذاب الله ولو معك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما هي قطعة من النار مع الأسف الشديد المحاكم ملأ بقضايا أساسها أكل أموال الناس بالباطل فعن طريق وكالة عامة تتصب الأموال وعن طريق موقف لا أخلاقي يضيع المال فالمال الحلال فيه بركة وخير الكثير والمال الحرام يذهب ويذهب أهله معه الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والله وحده سيحاسبنا جميعا ولو سمح لك إنسان أن تأكل ماله بالباطل لأنك أقوى منه أو تأخذ من حق إخوانك في إيث أو غيره ما ليس من حقك لأنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا حقهم مع أنه حقهم فهل تحميك قوتك؟ هل يحميك احتيالك واغتصابك من حساب الله يوم القيامة؟ ذلك اليوم لو افتديت بمال الدنيا لن تنجو من هذا الحساب على كل مسلم أن يتعلم بالضرورة كيف يكسب ماله فإن لم يتعلم وقع في أكبر معصية إنها أقل المال بالباطل حينما ينضبط الإنسان في كسب ماله وفي إنفاقه يكون قد حقق الشطر الأكبر من منهج الله عز وجل ولنا أن نعرف أن كل من استغل وسيلة بباطل أراه الله قبحها بحق مثلا من أكل بباطل جاع بحق أي أن الله تعالى قد يبتليه بمرض يجعله لا يأكل من الحلال الطيب فنجد إنسان يمتلك أموال طائلة يستطيع أن يأكل من كل ما على وجه الأرض من مطعم ومشرب لكن الأطباء يحرمون عليه الأكل من أطعمة متعددة لأن أكلها خطر على صحته وتكون النعمة أمامه ومن أيديه لكنه لا يستطيع أن يأكل منها بحق إن كل من أكل بباطل سيجوع بحق والنقص على فعل أكل كل الأفعال التي استعملت من هذا المال الباطلي كما تلقمت بشراء سيارة أو بناء منزل وما إلى ذلك من استعمالات لهذا المال المغتصب وظننت أنك فزت بذكائك وحيلك بغصبه الله سبحانه وتعالى يريك استغلال كل هذه الوسائل بباطل قبحها بحق فلنتدارك أمر أنفسنا فلن نخدع الله في أن نجمع المال الحرام وبعد ذلك نخرج منه الصدقات ونذهب به إلى العمرات إن الله لن يقبل منا عملنا هذا فهو سبحانه غني عن الصدقات وبالأحرى الحرام وغني عن هذه العبادات التي المفروض تقربها إلى الله بالمال الحلال فكيف إذا كان مالك فيه مال مكتوب من باطل اغتصبته من حق إخوانك الله سبحانه وتعالى غني عن عباده إنما جعل المعاملات بعضنا البعض ابتلاء وامتحانا فتكتب وتسجل هذه الأعمال وهي نفسها التي توزن يوم القيامة وعلى إثرها يحدد مكان الإنسان الأبدي في الآخرة يريد الله منا في كل حركة في حياتنا الاستقامة على منهجه فالعلة لتاكلوا فريقا من أموال الناس بلثم وأنتم تعلمون قد يكسب الإنسان مالا عن طريق ضياع الآخرين فيصيبهم الهم وقد تصاعد ألمهم ومنهم من تصيبه أزمة قلبية ويموت من شدة القهر فيرحال إلى دار الحق عند الحق المطلق والعدل المطلق هناك سيلتقي بمغتصبيه لا محالة ويتحقق الوعيد لا محالة وتلك الطامة تلك الطامة القمرى تحيا حياة طيبة في هدوء وأمن واطمئنان حينما يكون دخلك وإنفاقك حلالا وأما إذا كان هناك شبهات فأنت في ضائقة وقلق ولا تدري ما السبب وما مبعث هذا الضيق الضيق ما هو إن الشعور أن هناك خروجا عن منهج الله يجب على الإنسان أن يستحضر دائما العاقبة الوخيمة قبل أن يأكل أموال الناس بالباطل وقبل أن يأخذ شيئا ليس له وهذه آية يجب أن تكون شعارا لكل مسلم أقول قولي هذا وشكر الله لكم استماعكم وبارك الله فيكم